يشارك البرلمان العربي بوفد يرأسه سعادة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي في المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية الشقيقة تحت عنوان حوار الأديان والثقافات والمقرر عقده في القاهرة يومي الثالث عشر والرابع عشر من شهر مارس الجاري وأكد رئيس البرلمان العربي على أهمية هذا المؤتمر الذي يأتي استجابة للدعوة التي أطلقها وتبناها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بشأن تجشين حوار دولي يرسخ لسياسة الحوار الإنساني مضيفا أن هذا المؤتمر يأتي في توقيت تحتاج فيه الإنسانية إلى ترسيخ مفهوم الحوار وبناء قيم التسامح واحترام المجتمعات وثقافتها المختلفة وعدم التعدي على خصوصيتها تحت أي مسمى معربا عن ثقته التامة في أن المحاور الثرية التي ستشملها جلسات هذا المؤتمر ستجعل منه نقطة تحول مهمة في التأكيد على قيمة الحوار بين الأديان والثقافات والبناء على القواسم الإنسانية المشتركة لتعزيز لغة الحوار وتطويره بشكل دائم ومن المقرر يشارك في هذا المؤتمر شخصيات عالمية كبيرة دينية وسياسية وإعلامية كما سيناقش المؤتمر في جلساته عددا هاما من المحاور يأتي في مقدمتها مفهوم الحوار وغاياته وعلاقته بقضايا التجديد وكذلك دور الحوار في احترام المشترك الإنساني وخصوصية الآخر دينيا وثقافيا وأثر الحوار البناء في مكافحة الإرهب وصنع السلام الإنساني وعوامل نجاح الحوار